هذا ترك الدخيل يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات ضيفنا اليوم أيها الإخوة والأخوات هو الكاتب الصحفي مشاري الزايدي الكاتب في صحيفة الشرق الوسط حياك الله أستاذ مشاري أستاذ مشاري سأبدأ من مسيرة طويلة شقة غمارها مشاري الزايدي مرت بمراحل فكرية كثيرة كثيرا ما يكتب أن مشاري الزايدي تحول من التكفير إلى التفكير فهل كنت تكفيريا ماذا حدث بالضبط حتى تتحول يعني الحقيقة هناك مشاكل كثيرة في التوصفات والتعريفات حينما نستخدم لفظة تكفيري في سياق تختلف عنها في سياق آخر في مرحلة من المراحل كنت أقول بما يقول به مكفر الأنظمة والحكومات العربية بحجة أنها لا تحكم بشريعة الله وهذه تقريبا مقولة مركزية رئيسية لدى التيارات الإسلامية منها كنت أقول بذلك؟ التيارات الإسلامية كلها؟ التيارات الإسلامية مقولة الحاكمية هي مقولة أساسية لدى هذه التيارات منهم من هذه التيارات كجماعة الجهاد المصرية أو الجماعة الإسلامية أو ما يسمى بالتيار القطبي بشكل عام وتفرعاته وهذا مصطلح إجرائي بكل الأحوال نعم يقولون بذلك الجماعات الأخرى يقولون بتكفير الأنظمة العربية أنا دقيق هنا أقول لك التيارات القطبية أو التي تقتنع بمقولة سيد قطب حول الحاكمية الجماعات الإسلامية الأخرى وجماعات الإسلام السياسي لا تقول بذلك بنفس هذا الوضوح لكن مقولة الحاكمية لديها هي مقولة أساسية وهذا ما يميزها عن الإسلام التقليدي مشاري الذايد أين كان يقف من هذا كله ما هي المظلة التي كانت تضلل فكرك في تلك المرحلة نعم حقيقة هي أوجدها لك في ثلاث نقاط سريعة في البداية كانت تدينا تقليديا كأي تدينا تقليدي في السعودية انخرطت في حلقات تحفيظ القرآن هذا عام كم مشاري؟ قبل 1989 بالميلادي طبعا نحكي قبل 1989 هو النقطة للتحول الرئيسية طبعا قبل 1989 سنتين أو ثلاث كنت في ما يسمى في مدينة الرياض بالمكتبات المكتبات هي شكل من أشكال التجمع التي يستوعب فيها الشباب في المراحل الدراسية المتوسطة الشباب المتدين بالضبط يتم في هذه المكتبات وهي غرف ملحقة بالمساجد القاء بعض الدروس ومذاكرة دروس في المدرسة المذاكرة والتثقيف وإكساب المنخرط في هذه المكتبات رؤية جديدة للعالم وللكون بكلمة واحدة تمييزه عن بقية أفراد المجتمع وهو يشعر بذلك بشكل تلقائي أنت كنت عضواً في هذه المكتبات نعم كنت عضواً في هذه المكتبات أحد الفاعلين في المكتبات لم أكن فاعلاً حقيقة أنها كانت سنتين لست من ثقة بالنفس إلى درجة أن يقول كنت فاعلاً حتى الشرق الأوسط أنت كاتب فيها من سنتين والآن توصف فيها كاتب في الشرق الأوسط أن الماء لا يجري في النهر مرتين الظروف تختلف من هذه الحالة إلى هذه الحالة كنت عضواً في المكتبات ولست فاعلاً بعد ذلك ولست فاعلاً نعم ولست فاعلاً التحول الحقيقي في تقديري كان في عام 1989 عام 1989 أنا تخليت عن المكتبات لظرف دقيق حقيقة أنا أعتقد أنه مهم في تاريخ الحركة الإسلامية في السعودية نشأ في هذه المرحلة أو ازدهر لا أقول نشأ جذوره أقدم من ذلك تيار أهل الحديث وهو تيار يهتم بالحديث النبوي ويعتني به تحديداً ويعتقد أن الجماعات أو حركة الصحوة حركة الصحوة في السعودية مهملة في جانب العلم الشرعي تهتم بأدبيات سيد قطب تهتم بأدبيات تثقي فيها كما أشرت أنت قلنا حركية أكثر منها في لباب وفي عمق العلم الشرعي هذه الحركة التي كان عرابها أو لنقول مرجعها النظري هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد توفي قبل بضعة سنوات المحدث الشعي نعم هو رجل دين سوري وسكن في آخر عمره في الأردن ألف مجموعة من الكتب وتبنى الدعوة إلى تيار أهل الحديث ضد المذهبية وضد إيجاد مراجع الحنبلية والشافعية والمالكية ضده حقيقة والحنفية ضد التسمي بها والصدور عنها وألف مجموعة كتب كانت مقولته الرئيسية الارتباط الفوري والمباشر بالحديث من خلال آلية التصحيح والتضعيف وألف مجموعة من الكتب أنت انخرطت الآن مع مجموعة أهل الحديث نعم هذا الكلام في منتصف 89 إلى أن اندلعت حرب تحرير الكويت في عام 91 ما بعد هذا إلى هذه المراحل في 91 أنت سافرت كما قرأت في أحد المقابلات التي أجريت معك في منتديات الإنترنت إلى أفغانستان بهت إلى معسكر في كونر التي كانت تتبع للقائد الأفغاني جميل الرحمن وهو قائد سلفي كم جلست هناك؟ حقيقة لم أتمكن من الجلوس كثيرا هناك لم تتجاوز كنت قد ذهبت للجهاد أنت؟ هو لم يكن الجهاد بالمعنى الدقيق أول شيء لازم يعني التدريب كان هناك أمر يسمى لدى الجماعات الإسلامية الإعداد الإعداد في حد ذاته مطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كان هذا جزء من التحديث نفسك بالغزو؟ نعم تحديث نفسه ويكون المؤمن هكذا كان يقال يكون المؤمن على أهبة الاستعداد ويمتلك مواصفات المؤمن المجاهد وجاهزيته يعني ما أقول يا مشاري أنت رحت إلى أفغانستان عشان تتدرب وترجع؟ لا كان بيودي نذهب إلى الجبهات بس أنه كان هذا يمكن يمثل 20% من الهدف لكن الهدف الرئيسي كان هو تلقي حس الجهات الدخول في هذه الأجواء لأن جماعة جميلة الرحمن على فكرة كانت جماعة مختلفة تماما عن بقية الجماعات في أفغانستان كانت جماعة مرتبطة ارتباط عضوي بمشايخ السعودية ولذلك كان يتهم حتى داخل الوسط الأفغاني أنه وهابي أو يتبع لثقافة الدينية السعودية هكذا كان يقال كم جلست عندنا في كنا؟ لم يتتجاوز المدة أقل من شهر كان المفترض أقل من شهر لأنه حدث حرب أهلية جماعة حكمة يارداهم والمعسكر الذي كنت فيه وغادرت قبلها بيوم اليوم التالي بعد مغادرتك من حسن حظك طبعاً ولا يدري الإنسان ماذا يخبله القدر قتل صاحبي ذهبت أنت شخص قتله هنا لا لم أذهب تعرفت على شخص هناك كان شخص لطيف أذكره إلى الآن شخص من أهل عمان من أهل عمان لا أعرف اسم حقيقة كان اسمه أبو أنس نحن لا نعرف اسمه هناك بالكناة تتعامله بالكناة لكنه كان شخص لطيف كان يحدث نفسه بالحج لم يحج حدث نفسه بالحج ويجاهد نعم وكان يقول كنت أتمنى أن أحجك وأنا ألمته قلت يعني الحج أقرب الحج أقرب وعند الفقهاء بعض الفقهاء الحج يجب على الفور من حين تملك القدرة الواجب واجب فوري عشان ما نطيل أستاذ بشاري في هذه القصة عدت أنت يعني من أفغانستان بعد ذلك ماذا حدث في مسيرة تحولاتك العاصفة نعم بعد أفغانستان حقيقة ضللته هو في مرحلة مهمة بعد مرحلة الحديث أنا لم أطل أكثر من سنة أو سنة ونصف يعني هي تحولات ضمن السياق ليست طفرات يعني ضمن السياق نفسه حدث أن اقتنعت أو تعرفت على جماعة أنا أعتقل قول أنها امتداد لجماعة أهل الحديث الأوائل وهم جذور لأهل الحديث الذين تعرفت عليهم في عام 1989 أقصد تحديدا جماعة جهيمان العتابي جماعة جهيمان العتابي انخرطت مع جماعة نحن نحكيها الحين عن التسع وثمانين يعني بعد عشر سنوات انتماء نظري وعاطفي وليس تنظيمي مع الحركة التي حدثت لا يوجد حركة بهذا المسمى لا يوجد حركة بهذا المسمى من الناحية التنظيمية لكن يوجد نوع من أنواع الانتماء يعني كانت تمثل شخصية الحق يقال كانت تمثل لدينا في تلك اللحظة من الزمن شخصية رومانسية اللي هو جهيمان نعم كنتم تعتقدون في تلك الفترة أن جهيمان على حق لم يكن الأمر بذلك الدقة لكن كنا نعتقد أنه رجل عظيم ورجل مستوى التشابه النظري تعرف الألباني هو شيخ جهيمان يعني جهيمان العتابي كان يتلقى عن الشيخ ناصر الدين الألباني في المدينة المنورة حتى تلقى على بعض مشايخ السعودية أيضا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره الآن ما رأيك بجهيمان التي بي الآن في هذه اللحظة أنا أقول أن جهيمان العتابي ضحية فكره وضحية يجوز أن الرجل كان لديها نوايا صادقة لكنه فعل بلا شك أنه فعل جرم شنيع في مكة المكرمة أعتقد أنه كان ضحية سذاجته الأيدولوجية ورومانسيته وللأسف كثيرون يقعون في ذلك المؤسف في مثل هذه الحوال بس ألك سؤال ألا تعتقد أنك كنت ضحية في فترة من الفترات لسذاجتك الأيدولوجية هذا